هي جزء من الحراك الشعبي العراقي ضد المنظومة الحاكمة منذ وضع أركانها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولكن ظرفها الزمنية جعل لها ميزة عن مختلف محطات التظاهرات الشعبية السابقة انتفاضة تشريناء التي حققت كينونتها بناء على تطور الحراك العراقي في سنوته السابقة ومروره بمراحل عدة بدأت بالمقاومة المسلحة ضد الغزو مرورا بالاعتصامات في المحافظات المنتفضة ومن ثم الاحتجاجات في محافظات الجنوب والوسط كل هذه المراحل هيئت انتفاضة تشريناء الحالية لتجعل منها هبة شعبية تحمل سمات ناضجة سياسيا وثقافيا واجتماعيا فعلى المستوى السياسي وضعت مطالبها على سكة طريق الخلاص الوحيد بالمطالبة بإسقاط النظام بشكل كامل وإنهاء المنظومة الحاكمة بكل أشكالها بعيدا عن فكرة إصلاح النظام التي أثبتت فشلها وأطالت محنة العراقيين كذلك اجتماعيا وحدت انتفاضة تشرين تحت مضلتها كافة الفئات المجتمعية والنقابات والاتحادات وكشفت عن غزارة الفكر الثقافي الذي يتمتع به الشباب المنتفض ويظهر ذلك جليا من خلال الحفاظ على المرافق العامة وتولي زمام تسهير الحياة اليومية للعراقيين مع استمرارهم في التظاهرات والاعتصامات لوحات من الإبداع أطفت على الانتفاضة لمسات جمالية فنانون وموسيقيون ومبدعون سخروا مواهبهم لخدمة الانتفاضة بدرجات عالية من الرقي تحدت وجوه القوات الحكومية العابسة وأوصلت لهم رسالة إننا مصرون على الحياة رغم رصاصكم القاتل قد تكون انتفاضة تشرين الرهان الوطنية الوحيدة في هذه المرحلة لتحقيق أمال الشعب العراقي فالظروف الدولية والإقليمية كلها تصب في مصلحة المنظومة الحاكمة بحيث يأس العراقيون من وجود إدارة دولية تأخذ بيدهم إلى بر الأمان دون أن تدخلهم في نفق أشد قتامة كما أن الشعب العراقي استفاد من حركة الربيع العربي بما فيه من أخطاء وعثرات فتعلم كيفية حماية نفسه من المكائد وما أكثر شباكها فالمتربصون من داخل الكتل والأحزاب وداعميهم من الخارج لن يوفر أي فرصة تتيح لهم الالتفاف على الانتفاضة وهذا مرهون بمدى قدرة المنتفضين على سد أي ثغرة في الحراك قد يحدثها أتباع الأحزاب والكتل السياسية ترجمة نانسي قنقر